بسم الله الرحمن الرحيم واخواتنا في سجون الطغاة من تعذيب وامتهان نحن هنا نقف امام السفارة السعودية معللين رفضنا للاحتلال ومطالبين العالم باجبار وارغام هذا النظام على سحب قواته واستعادة ارضنا من هذا الاحتلال ان البحرين اليوم محتلة من قبل القوات السعودية وما الوجود الخليفي الا بسبب هذا الاحتلال ولو ذهب هذا الاحتلال فلن يبقى هذا النظام يوما ولذلك خرج ابطالنا في الميادين منذ يوم الاحتلال وبرغم تلك القوات التي كانت مدججة بالسلاح برغم ذلك خرج الاخوة والاخوات في كل نقطة من نقاط البحرين ليعلنوا رفضهم للاحتلال والاستبداد وهم صامدون على هذا الطريق حتى يلخوا الله او يفتح الله لهم ان الفتح قريب لان الظلم لا يدوم والاحتلال محكوم بالفشل فلا يبقى محتل ابدا مهما طالت ايامه في ارض الاخرين اننا هنا نؤكد دعمنا وتضامننا مع شعبنا مع سجنائنا مع نسائنا المعتقلات المرتهنات في سجون الطغات مع كل طفل فقد حياته او مع كل جنين سقط من رحم امه بسبب الغازات القاتلة التي يطلقها المحتلون والمعتدون والطغات على ابناء شعبنا فصوودا ايها الشباب ثورة انها ثورة حتى تتحقق المطالب وحتى يتحرر الشعب من هذا الطغيان ومن هذا الكابوس الجاثم على صدور الجميع ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم